السلام عليكم تلاميذ الصف الاول اليوم راح نكمل مراجعتنا عندنا لتر اف طبعا هذا سمول نكتبو هوني عندي احمد وندى اللونة هوني عندي مراجعة الحروف a b c d e f سبق وراجعناها وكتبناها داخل الدفتة انتي هوني ادرو عشنا عمل نمشي على الحروف a b c d e f زين راح تطلعتنا الفيش باي حرف يبدأ اف هوني عندي لون ال pink color لون وردي color لون يعني pink وردي orange برتقالي هوني عندي odd one out نحذف الغريب خارج عندي داك تبدأ بحرف d داك تبدأ بحرف d وعندي كيك تبدأ بحرف c فاذا ايو اللي نحذفه الكيك عندي ايو اللي نحذفه الكيك عندي elephant a e fish f egg e ايو اللي نحذفه الفيش ونكملها هاي عندي باقة من الزهور اللونة بالالوان اللي اخذناها هوني apple ball cake dog egg fish تنتبه هون على كل صورة او كلمة باي حرفين تبدأ عندي هون small g نكتبه هوني عندي صور match نصلها باع الحرف اللي تبدأ مثلا هوني go g egg e car c apple a وهكذا عندي اللتر h طبعا small ونكتبه هوني عندي هاي تلونوها bag a bag a pen a ruler كيس زين تنتبهون عليها وكل واحد اش اسمه وتلونوها عندي لتر i i small اش عشان تنكتب هوني find the letter جدي الحروف تنتبهون على الحروف باي حرف تبدأ هوني عطاني مجموعة الصور قالوا what's this يعني ما هذا هوني اشقلو it's a rubber it's a pencil it's a bag وهكذا وهي ماتش نفس الشي باي حرف ان تبدأ l ice cream i a flower f girl g horse h وهكذا تبدأ الحروف تنتبهون عليها هوني عندي الحرف الاخير اللي اخذنا نو هو small j تكتبونو نفس الشي هوني odd one out مثلا اندي هوني horse horse وهو house و cat اللي من نحذف نحذف الكات لان ال horse h وال house h وهو عيقل لنا غيد الصور تنبدأ بي حرف بيتش هوني اش عدنا ادنا دي اي غيد الدي منو الدي داك و دوك نحذف الانت اش هوني سي كار و كيك نحذف ال girl هوني الالفنت والاق نحذف ال ice cream هوني الالفنت ترسموها عملناها داخل الصف تمشون على حسب الحروف a, b, c, d, e, f, g, h, i وغاحط لعدنا الصورة هو قليلكم it is an elephant زين وبعدين أريد تكتبوا لي بهذه الطريقة تنزيل داخل الدفتر أنا أريد الكابتال والسمال F كابتال F سمال G كابتال G سمال H كابتال H سمال I كابتال I سمال J كابتال J سمال This is a letters هسا أنا أتحول إلى الـ numbers أخذنا أول مرة أعطيتكم الـ 1 والـ 2 والـ 3 نزلتمها اليوم أريد تنزلوا لي الـ 4 والـ 5 وإلى هون ينتهي درسنا اليوم درسنا اليوم